اعترفات خطيرة من الفنانات بان ما ينفعش تكون نجمة او مشهورة كده بسهولة لازم تدفع التمن والتمن بيكون غالي جدا وهو الشرف ولازم تعد على المخرج والمنتج عشان تبقي نجمة مع انهم كدبوا علينا وقالوا ان الفن بيقدم رسالة فن رسالة لا تقل اهمية عن الرسالة الدينية في الفيديو ده هنشوف تصراحات غريبة جدا وخطيرة جدا جدا بتحصل بس وراء الكواليس داخل الوسط الفني بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للموضوع واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اعترف النجم الكبير عمر الشريف اعترف خطير جدا وقال ان الفن فلوسه حرام وانهم مش هدوك كل الفلوس دي كده انا ما بحبش الفلوس اقول لك الحقيقة ما عنديش علاقة بالفلوس لان انا استسألت ليه اولا عشان لما كنت صغير تابقى اهج timber فيديني فلوس لان فانا ما تعبتش فيه تاني حاجة انا تهيئ لانه بت Tageibly فلوسaux فالفاضي انا تول عمري مقتنع انه ايه الواحد يكسب الفلوس اللي انا بكسبها عشان بح centuries وأوریخ اقولهم يا ده كام مش مقتنع ان دي فلوس حلال مش مقتنع ان دي فلوس حلال معنى كده ان الاجر اللي الفنان بياخده بيكون مقابل ان يقدم حاجات هو مش راضي عنها وافكار بيكونوا عايزين يسوألها وطبعا عشان اغلى حاجة الشرف فبيكون المقابل فلوس كتير جدا ولكن الستات بيكون وصولهم للنجومية اسهل بكتير وكمان اجورهم بتبقى اعلى زي ما قال بالزبط الفنان اللبناني فارس لسكندر لا جوزة ولا خية ولا ابنة ولا بية مين بدا تمشي؟ بدا تمشي لحالة غيرها كيف بدا تمشي؟ بدا تمشي لحالة هي بزكاية شطارتها هلا هي خلت حدا ما يوصلها يوصلها صار شغلتها بس هون مافيك تفوتي بالوسط الفني وتيجي تعمليلي فيها أنا البريئة العفيفة ما بتمشي هالسا مافي عفة بالوسط الفني؟ مافي عفة لا مافي عفة مافي شرف كرامي عفة؟ مافي عفة مافي عفة مافي ينطبق على الهانية؟ نص الشباب بالوسط الفني ما عندهم عفة الشباب الشباب ما عندهم عفة بدي كون عندهم عفة البنات هيدا وسط ما بيرحم وسط تحت شعار الفن والمثالية في قلبه كل جاية الكون كل شيء كل شيء مباح تحت عنوان كبير اسمه فنان أو فنانة بتقليلي فنانة ولله انو طعنة يشرف أي شرف منه هيدا الشرف بينشرف بشوية دولارات تعرف هيدا الكلام و becomes music لجميع الفنانات هذا كلام المصريأ لها أنه أكبر فناني لأصغري مننو أنا مسؤول عن كلامي كلهم كلهم تقدموا تنازلات لا وصلوا لو ماقدموا تنازلات لا وصلوا لا شفوها في عالم راح تتدذكر عليها ببيوت ماعرفنا أنه شيء ولاس معنا صوتها تخلي الكوام خط في ليه خطفوا اختفوا لأنه نطلب منهم شغلات وتنازلات شرفهم وكرمتهم ما سمحتهم يعملوه قعد وعرف بدنا نجي نحن هلأ نشوف اللي وصلوا ونعرف كيف وصلوا نعتبرهم شرفة مكة ونقارن إخواتنا فيهم يه يعيب الشوم لا يا حبيبتي لا أنت لما تشوف فنانات ما بدي أذكر أسماء كرميل هيدا الكلام يعني ممكن يكون موسيق لأي فنانة من الفنانات اللي منحبهم تحترمهم ولا ما بتحترمهم أنا بحترمهم لما بحترم نفسي أنا أخلاقي وتربيتي بتسمحلي أتصرف مع الناس كلها سواسية بينك وبين حالك كيف تنظرها عم تقول بلا شرف أنا لقلك شغلي أنا ماني رب العالمين بس أنا عم قلك شغلي لما بتوصل لقصة أنه أنت عم تطعنها بشرف عندك إخوات وعندك أمات اي حبيبتي عندي إخوات وعندي أمها عندي أم بس أنا ما تعمل لي أنه هاي دي مثل هاي لا بدا أنت على الجملة اللي قلتها قد ممرئ عليك ذكور أنت هون عم تطعن بالشرف لا لا مش عم تطعن بالشرف لو عم تطعني حقيقة أتم مري عليك ذكور مين تطعن؟ هي طعنت بشرفها مش أنا طعنت بشرفها بس شو بتقصد بأدم مري عليك ذكور مرأة عليها ذكور هي وغيرة مرأة عليها ذكور بلاوة أحوة يا عم مأني ما بداش نحكي تفاصيل في تفاصيل بيعرفوها المؤسسات الإعلامية وشركات الإنتاج ومنحنا بالوسط الفني بعالمنا منعرف كل واحدة مع من راحة ومع من إجد وشو عملته شو تاريخة وشو مضيها مش يجوا يستشرفوا علينا هلا بس نضبوا المئة مليون عجانب بكتعملي علي قديسة تقبريني انت أنا حرطنا ضيئة من عرب بعض خلص خلي التبقى مستور وعسكت على المعس هل ينطبق على الشباب؟ ينطبق على الشباب طبعا في شباب عاملة عميل ما بتنعمل لعاملة مصاري وعملة اسم معظم النجوم فينا نقول انت قالت كل النساء كتير كتير هل كل الرجال اللي وسط النجوم؟ واللي أكدت على كلامه وقالت ان الست لازم تعدى على المنتج والمخرج عشان تبقى نجمة الفنانة اللبنانية جوانا كاركي المنتج والمخرج والكاتب بده يمرقوا عليك او انت بدك تمرقوا عليون صراحة شو؟ هياك عم بتحكيها؟ هلا انت شاب ما بتمرق كتير شو يعني بمرق كتير؟ يعني بمرق شوي؟ بس ومش بس كده ده اعترفت الفنانة هياتم بانها مشت جزهة من اللوكيشن عشان ينفع تعمل مشهد جريء لانها قبضة تمنه وتمنه غالي في مشهد كنت بعمله في فيلم اللي هو انا محمود عبد العزيز اللي اول لقاء فجأت انس ايدي هو بوسك حفظة العائد لان اخي قلت له ويعني نسيت حاجة في البيت كنا بنصور في المهندسين وكنت ساعتها ساكنة انا في الهارة وده بعمل ما هروح بيجي وانه خلاص وانه ما رجع بقى هو كان ساكي كده انا مقدرش اعتبت بها حد غبي يعني قال لي انت سربتيني ليه؟ تقول له بصراحة في مشهد محمود بقى حيبوسني وكده يعني وطبعا اللي بيرفض تصرفاتهم بيترك نعرف وممكن ما يشتغلش تاني في الوسط زي ما حصل بالزبط مع الفنان يوسف الشريف لما طلع واتكلم وقال انا ما بحبش التلامس ومش عايز احط في اعمالي حاجة تغضب ربنا يعني هيا فوضى كان للقرار بس في حتة ممكن شان حتى في المشاهد دي بس كان في مشاهد كانت زيادة شوي وساعتها اكتر حد لفت نظري اهلي ابوي اومي مع العلم ان ابوي اومي اكتر اتنين بيشجعوني لاي حاجة انا بحبها بس قالوا لي لا زيادة ومعرفش ايه عارف زي ما يكونوا بس لفت ونظرك كده وسابوك تفكر بعديها انا قلت لا مش هاوصل يعني مش عايز ايبقى في مشاهد زيادة قوي لدرجة ان لا ان واحد من المشاهدين الدايق ما ينفعش يعني لو مش هارض الجميع ارضي ربنا في الاول وبعديها ارضي ضميري في الفترة دي بقى يعني بعدها هي فوضى كان من اكبر الادوار اللي خدتها ساعتها لكن بعديها بقى ايه جيه بقى ان يوسف شريف بقى يتصدر يعني تعالى بقى انت هتعمل فيلم الوحدة اكونش عارف ايه بقى خدت لورة اريدتو بقى ناعدنا اعمالنا ميتنج فكان في مشاهد مكتوبة صعبة جدا قلت للمخرج انا مش هادر عملك ما انساش القادة دي فرا هقال لي لا طبعا ده مش شغلة ما تجي تخرج انت فا قلت له لا مش هادر كل حاجة وده اللي داير في الوسط الفني عشان تبقى نجمة لازم تدفع التمن ولو حابين تشوفوا الجزء التاني ما تنسوش تقولنا في تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة